أنا يعني الحوار ده أنا كان نفسي فيه من فترة ولكن أنا مقدرة ظروفك وعارفة أن ما كنتيش قادرة أن أنت تتكلمي ولا تنزلي تتكلمي في برنامج ولا حاجة وكنت عايشة مع الحزن وكنت عايشة مع الخلوق أشرف بسلحي وأنا بحييكي على كل حاجة أحييكي على وفائك وعلى إخلاصك وعلى حبك وعلى عطائك وبحبك وأعتقد أن كل الجمهور اللي بيشوفك كمان بيحبك حسي مرسي ربنا خليكي أنا كمان بحبك والله أول ما شفتي الصور والكليب المعمول للفنان الراحل أشرف بسلحي حسيت أن أنت قاعدة بتعاياتي أنا مش عايزة زعالك والله ولا عايزة دايقك بس حسيتي بإيه لأ بصي هو معينا طول وقت بس هي الفكرة الصوت يعني أنا ما بفتحش فيديوهات لأشرف كتير ما بتفرجش على يعني يمكن فتحت فيديوهات مرة واحدة أنا ومريم بنتي سواننا دي المرة الوحيدة اللي سمعت صوته يعني بعد هما مشي فيمكن اتخذت لكن هو لا أشرف معينا يعني إحنا عايشين أشرف فيه حاجة غريبة أوي يعني هو بالرغم إنه مش موجود هو موجود موجود معانا طول الوقت ومتعايش معانا ومتعامل معانا يعني إحنا مش حاستين يعني حاستين هم سيفر فأسطوت بس هو التخدس مني قصة حب يمكن مشوفتهاش ولا في الأساطير يعني قصة حب كبيرة وقصة حب حقيقية وش مجرد بحبك وبحبك ولا مجرد يتنين متجوزين وخلفوا أولاد لأ ده قصة حب فيها عطاء وفيها يعني احتواء وفيها صدق وفيها إخلاص أقول لك حاجة لطي فيها كل حاجة أنت عارف إنه أشرف ما قليش بحبك إلا من يمكن سنتين قبل ما يعرف إنه هو تعبان يعني اللي أنا كنت مستغربة أوي إيه يعني إيه ده يعني أنتوا حتى قبل ما تتجوزوا ما قليش بحبك؟ لا أكيد في الأول خالص آه قال بس أنا قصدي إنه الدنيا خدتنا يعني إحنا كنا عايشين بحقيقي بما يرضي الله هو حد معطاء قوي هو حد ما بيعرفش يقول بحبك بس بيعرف يعمل هو بيحب بيته وبيحب عيلته وبيحب عيلتي بيحب بيتنا بيحب حياتنا يعني إحنا ما كناش يعني ما كناش الناس اللي بتخرج كتير وتدخل وكده لأ بنحب نقعد في البيت مع أولادنا نستمتع بيهم يعني حبه حقيقي حقيقي كان بالنسبة لي يعني زي حب أبويا يعني هو كان محتوينا كلنا أنا كنت بحس إن أنا طفلة يعني أنا حاستي إنه أنا جبرت لما هو مشي يعني قبل كده لأ أنا طفلة جدا جدا أنا عايز أقولك إن دايماً الراجل اللي ما بيتكلمش ويقول كلام حلو ده بيبقى أحن من الراجل اللي بيقول يعني دايماً الراجل المواقف ده بيحب يبين حينيته بيحب يعمل اللي بيحبهم بيحب يحسسهم باحتواء على قد ما يقدر أكتر من إنه هو يقول بحبك وحشيني يعني إنتي لو إنتي مثلاً موجودة حاجة عجبتك إنتي حتلاقيها في بيتك حتروحي بيتك تلاقيها فيها هو كان كده يعني في أصحابنا كانوا مسمينه جنتلمان يعني هو أشرف شخص ويمكن عشان كده ميشي بسرعة يعني بحقيقي بحقيقي ابن موت يعني حنين وطيب وأصيل وحاجات كتيرة أنا عايزة أقولك إن حتى الجمهور العادي يعني حتى يعني أنا معرفوش بشكل شخصي ولكن أنا بمجرد بس ما بشوف طلته على الشاشة بحسة قد إيه هو طيب الواحد دايماً شخصيته بتبين على وشه طيب جداً وتحسيه لهو يعني بيمثل يخلص ويروح يعني باين إنه هو من الشخصية هو خجول جداً باين كمان خجل يعني أنا كنت دايماً أتحك أقول له أنت زي يعني يعني كسب جداً بس حقيقي هو كان في اللوكيشن قم في الالتزام قم في الاحترام يجي حافظ قعد في مكانه بيتكلمش لو عنده حاجة عايز يقولها فبيستأذن ممكن أنا حسست كذا فهو كان شخصية بتشتغل يعني هو كان بتاع شغل جداً محترم مهنته الأساسية اللي هي هو كان مزيره دور عرض يعني يحب شغل جداً يحب سينما جداً يحب يتفرج على أفلام يحب ينقض أفلام ودخل فترة معت سينما قسم إخراج يعني كنت دايماً أقول له طب أنت عايز إيه بس خرج بقى لما ابننا دخل اتكسف إنه هو يبقى هو وكريم في نفس السنة فهو لأ هو كان حد حقيقي هارد وورك جداً جداً أنا عارفة أن أنت كمان من كتر حبك فيه أنتو عندوكو أربع أولاد مش كده بس الأربعة مش ولادك اتنين منهم ولادك صحي كده ويمكن دي بتبقى من الحاجات الصعبة على أي ست يعني أي ست تقولك لأ أنا عايزة ربي أولادي بس أنا مليش دعوة أنا كذا بس واضح أن أنت زوجة وفي نفس الوقت كنت بتلعبي معاه دور الأم دايماً أي رجل بيحلم بأن مراته تبقى أمه وصحبته وحبيبته يعني تلعب كل الأدوار فدي برضو من الحاجات اللي أنا استغربتها قلت طب هي ما غريتش مثلاً ما غريتش لأ لا 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 لأ هم أولادي يعني الأمه مش هيا اللي بتخلي طبعاً هي مامتهم موجودة وربنا يديها الصحة وصحبتي وإحنا علاقتنا كويسة جداً يا ست محترمة جداً 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 يعني كانوا حابين يعيشوا معكي أنتي كانوا حابين يعيشوا مع أبوهم هو أشرف أب حقيقي هايل حقيقي هايل يعني أنا كنت بشوف زمان أن أبويا ده أحسن أب في الدنيا والله أشرف زيه بالظبط فهما كانوا حابين يعيشوا مع أبوهم وأنا كنت حبة أن أنا لما أخلف أنه يبقوا الولاد كلهم مع بعض علشان يطلعوا مع بعض لأنهما في الآخر أخوات يعني سواء مني من ماما تانية هما أخوات هما دموا واحد فهما لو ما كانوش عايشين مع بعض كانوا حيحسوا إزاي أنهم أخوات أنه يزوروا بعض لأ فالحمد الله الحمد الله يعني دي من الحاجات اللي أنا حقيقي بحمد ربنا عليها أنه العيالة عايزوا لبعض طبعاً وسند لبعض يعني أنتي أما بشوفهم دلوقتي الأربعة مع بعض لأ دنيا تانية دنيا يعني ما بقاش بسادة أني كبروا كده فرحانة بهم وهم وقفين يعني أنت كنت تشوفي الولادين وهم وقفين بياخدوا عازق أبوهم حقيقي 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 حاجة يعني على قد ما هي توجع لا على قد ما هي بحمد ربنا على النعمة زي هما كمان لو مش عارفين أنهما مع ستة عظيمة زيك فنوش طلبوا أنهم يعيشوا معاك يعني هما برضو أوه عايزين يعيشوا مع أبوهم ولكن برضو الطرف التاني هيتعامل معانا إزاي فهما شايفوا أن أنت قد إيه بتحبيه فطبيعي أن أنت بتحبيهم فطبيعي أن أنت عايزة ترضيهم فكانوا فرحانين منهم يعيشوا معاك يعني واضح من كلامك أنا مش بحبهم عشان بحب أشرف لا أنا بحبهم هما عشان هما ولادي بحبهم هما عشان أنا ربيت يعني أنا بحست أن أنا ليا في نانو وكريم أكتر من أشرف ومن مميتهم بكتير لأن أنا عزوتك أيها طبعا حسن دون الظهر والسرد وثلاثة بيوم من الدنيا مع ولادك طبعا لأ هما ولادي مش مع ولادي هما ولادي أنا عندي أربعة ولازلت بقول أنا عندي أربعة وأنا ليا فيهم وبعلنها قدام بكل أكتر من أشرف الله يرحمه ومن مميتهم لأن أنا عشت بيهم 22 سنة فده عمري يعني شعري الابيط ده طلع عليهم يعني ده عمري ده عمري وسنيني كلها ولادي بتوعي بنا يا ربي خليهم لك ويفضلوا دايما سند وظاهروا دايما جنبك يا رب ودايما كده سندينك وانتي سنديهم